الموضوع ان انا شفت حد عنده قناة حمام كبيرة فبيركبها غلط فبرضو اه واجب ان انا نبه علشان اه محدش يشتريها لان اه تمانها غالي زي ما قلت لك دي باربان جنيه ممكن تكون جاي بنتك كبيرة بتمانين ولا حاجة وممكن تكون بمية حتى وتبوزها علشان اه طريقة التركيب الغلط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم ازيكم وحشتون عاملين ايه يا رب تكونوا بخير معكم اخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام اه اللي خلاني اعمل فيديو السقاية والاكالة اللي احنا عملناهم في الفيديو اللي فات اه ان انا شفت حد بيستخدم المسقى دي غلط او السقاية دي بيفتحها وقفلها غلط هقولك ازاي اه ده في البداية اول شيء وبرضو هنشوف الاكالة دي لان في حد قال لي انا قلت انها تاخد خمسة كيلو اكل انا ما وزنتش النهاردة برضو هنوزي ان نشوف الاكالة دي الاكالة الخشب اللي انا قلت لك انها صناعة ضمياط هنشوف هي اه تاخد قدي اكل زي ما حضرتك شايف اللي ما شافناش الفيديو اللي فات الاكل بيتحط من هنا بينزل كمية قليلة للحمام ياكل من الجنب ده ومن الجنب التاني تعتبر اكالة اوتوماتيك صناعة ضمياط يا جماعة من الخشب اه اما السقاة دي اه صناعة صيني السقاة دي قلنا عليها يومها ان هي باربعين جنيه والاكالة الخشب دي سعرها تسعين جنيه اه طيب نبدأ على بركة اللي قبل ما نبدأ اعمل لايك للفيديو وتعالي على طول نبدأ الفيديو آآ عملت لايك نبدأ على طول نقول لك ايه استخدام السقاة دي عشان ما اطولش عليكم السقاة دي شوفة سيدي هي السقاة دي بتتفك تم لها من هنا اه تتفك كده تم لها حضرتك ايه اه يعتبر كده بالشكل ده طبعا في منها احجام يمكن من اول لتر الحاد يمكن عشرة لتر او اتناشر لتر مش فاكر بالزب لكن هي دي ستة لتر خلاص بتم لها كده خلاص اتملت وهي كده وبعدين تركب عليها الجزء ده اللي بيشرب منه الحمام بيمد دماغه من هنا من الفتحات دي فيها كام فتحة تلاتة ستة فتحات من الجنب دي الحمام يدخل ويشرب بدخل دماغه ده ويشرب من هنا لكن مش ده الموضوع الموضوع ان انا شفت حد عنده قناة قناة حمام كبيرة فبيركبها غلط فبرضو اه واجب ان انا نبه علشان اه محدش يشتريها لان هي تمانها غالي زي ما قلت لك دي باربين جنيه ممكن تكون جايب انتك كبيرة بتمانين ولا حاجة وممكن تكون بمية حتى وتبوزها علشان اه طريقة التركيب الغلط اه شوف حضرتك البداية كده هوت لو قلنا بسم الله كده نشوف الحتة دي الجزء ده عامل ازاي شايف دي اه شايف الحركة دي دي مش معمولة كده دي مش معمولة كده وخلاص في الجنب ده وفي الجنب التاني نفس الحركة اهي نفس الحركة هنا اهي خلاص اظن كده انت فهمتني عايز اقول ايه اهو وهنا معمول ايه البنزين دول اهو زيه في النهاية التانية كمان اهو امام كده اللي اتنين دول الشفتين دول فانت عشان ما تكسرهمش لازم تعمل زي ما انا بعمل كده لان انا شوفت القناة اللي بكلم حضرتكو عليها هو حبيبنا يعني اه حد مخترم اصل اللي بيباها لي نفسه عمل نفس العاملة دي اللي بيباها لي نفسه البيع عمل نفس العاملة اللي هي دي ازاي يعني هو البيع وهو بيفرجني عليها لقيتو تكيبها كده وشدها كده ها هي مش معمولة تركب كده عشان ما نبوزهاش اهو شوف حضرتك ازاي نحاول تاني نشوف طريقة تركيبها الصحة شايف الفتحات دي هدخل البنز اللي انا بقول علي البنز اهو لو شوفنا البنز بتاعها خش في الفتحة دي كده اهو البنز اهو اجي كده واروح لافف لافة صغيرة بالشكل ده دخلت في البنز معاديتش تطلع ما ينفعش بقاتش الده كده زي ما انت عملت عايزة يفكها هلف تاني كده وانزل بكل سهولة مش بالصعوبة اللي كانت اللي هي بالشد والضغط ده لأ فيها حركة خد بالك انا بلف الجزء الاخضر نحية اليمين كده بقفل ولما لف الجزء الاخضر نحية الشمال يبقى كده بفتح فك وربط يا جماعة دي فك وربط اهو شفتها ازاي اهو بفك كده اهو تاني بفك كده بقفل بفك وشد اهو يمين كده بقفل عايزة افتحها افك كده خلاص طبعا بتكون انت قلبها بس انا قلب لك كده عشان التصوير البنزين دول تاخد بالك منهم دول لو تكسرهم بازت البنزين دول اللي هو الحركة اللي بيعملها بوز البنزين دول اللي هي بيضغط درطة مرة واحدة كده زي ما تيجي لا ما هتركب بس هتبقى مش ركبة صحة ده التركيب بتاعها الصحة كده بنقفل كده بنفتح ده بالتصوير البطيئة جماعة خلصنا من المسأة او السقاية دي تعال بقى نشوف الاكالة نجيب الميزان الناس اللي سألتني وقال لي ان هي اه انا قلت بتاخد خمسة كيلو وقال لي لا مش هتاخد خمسة كيلو فحد قال لي كلام ده ان هي مش هتاخد الخمسة كيلو تعال نجيب الميزان ونشوف هتاخد قد ايه قبل ما نفتح الميزان هنحط ايه الاكالة فوق الميزان تمام علشان ما ينشغله يبقى بدء من السفر نبدأ نشغل الميزان تمام سفر تمام اهوت الخلطة بتاعتني يا جماعة فول ودورة حمام من اللي بيض وامح ودورة اسفر قليل جدا وبسلة خضرة اه واحيانا انا كنت بمنع الدورة السفرة علشان موضوع الجودري في الصيف في فصل الصيف بس هنبدأ نعبي نملة الاكالة ونوزن نشوف هتجيب قد ايه طبعا لو لاحزنا هتلاقي بقى فيه هنا اكل الاكل ينزل احنا بنحط من هنا وبينزل هنا عشان الحمام يأكل من اللي نازل هو ده دي فكرة الاكالة دي دي لو انت هتغيب عن الحمام او هتسافر هتكون ممتازة جدا في الحكاية دي ان انت هتملاها وترطيها وفي نفس الوقت يفضل نضيف الاكل هيفضل نضيف فيها عدة جمال خمسة كيلو انا قلت لك انها تاخد اكتر من خمسة كيلو لو انت هتسافر هتملاها على اخرها على حسب يعني انت وزت اكتر هتحط اكتر فيما زال هنا مكانة هوم من سويها لكن كفاءة كده احنا هنقول ان هي ساعتها خمسة كيلو تمام يبقى ساعة الاكالة دي خمسة كيلو هتخلص حضرتك تملاها وتقفل الحمام هيأكل من هنا وكل ما هيأكل الاكل اللي هنا هيجيله اكل تاني يبقى انت كده هتسافر وانت متطمن عايز اتنين عايز تلاتة اعمل كده وزي ما قلت لك في الفيديو اللي قبل كده موضوع المية عملت لك حل الموضوع المية يبقى كده عرفنا ان دي بتاخد خمسة كيلو اكل وهتزود او حسب بالنجار اللي عاملها يعني دي اللي معايا دي بتاخد خمسة كيلو اكل هنشوفها كده من الناحيتين من الناحية دي والناحية دي عشان تبعارف تصميمها ازاي ممكن تعملها عندك في البيت سهلة جدا هي الناس اللي هي غاوية نجارة يعني سكرتها اه اهم حاجة فيها الجزء ده تصميم بتاعها هو الجزء ده هي دي وبعني كده بيركب عليها بكده اكون خلص لموضوع فيديو النهاردة لو عجبك الفيديو عمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته